على مستوى باريس سان جرمان حضراتكم عارفين كان انتقال كبير جدا راموس راموس اللعيب طبعا اللعيب الخبرة الكبيرة اللعيب الاسباني اللي كان طبعا على ضمت ريال مدريد لسنوات كبيرة جدا جدا اصبح علامة استفهام في باريس سان جرمان طبعا مدير باريس سان جرمان طبعا المدير الريادي ليوناردو البرازيلي قال ان دي غلطتي ان يمكن دي غلطتي ان احنا تعاقدنا يمكن مع راموس وقال كده فيه خلال أحد المؤتمرات الصحفية أنه لما تعاقد مع راموس راموس كان بيقول أنه هو بصحة جيدة هو طبعا مدافع كبير جدا وتاريخ كبير جدا جدا قال أن احنا تعاقدنا مع راموس كان في حالة بدنية جيدة لكنه لعب معنا خمس مباريات للأسف لم يحدث ما توقعناه وبيقول أن الأمر صعب عليه وعلى الجميع كمان اليوناردو قال أن فيه هناك تقارير واضحة في اليوم اللي احنا بنقول فيه أنه لم يعود قادرا على اللعبة سيكون الأمر واضحة للجميع يعني يوم ما خلاص هنقول أن راموس مش هيضر يلا هنبلغ الناس بكده لكن كمان أشار أن طبعا بالتأكيد الابتعاد عن المباريات فيه طبعا من خلال الدور الفرنسي أكيد بيأثر بشكل كبير جدا وبيأثر على راموس في قوياته للفريق في خلال الفترة اللي جاي كمان قال التنصيق ما بينه وما بين طبعا ناصر خليفة رئيس النادي باريس سان جرمان علاقة طيبة جدا جدا ولكن إن حدث في الأمر شيء وقدر طبعا أو لم يستطيع راموس العودة سريعا للمباريات فهو الراجل بكل أمانة لقال الغلطة غلطتي وإن راموس كان يمكن هيقوله أن طبعا هتكون صفقة في غير محلها بالنسبة لباريس سان جرمان وزي ما بقول لحضراتكو أن النادي طبعا رئيس النادي ناصر خليفي بيعطي ثقة كبيرة جدا جدا لليوناردو الرئيس أو الرئيس الرياضي أو الاسبورت ديريكتور هناك في باريس سان جرمان وحنشوف الأيام اللي جايه هل سيعود راموس للمباريات ويضبط أنه صفقة ربحة أم سيكون هناك خطأ كبير جدا في التعاقد مع هذا اللاعب عندنا حاجات كتيرة جدا أنا بجري مع حضراتكو عشان عندنا النهاردة حلقة دسمة جدا